اشتركوا في القناة من ساعة ما دخلتي بيتنا واحنا فنكد على طول بسببك طب ليه بيقولوا كده تعالوا نسمع الحكاية من اولها ونشوف منا بعدها تقولنا ايه اسمي منا اتجوزت وانا عندي 17 سنة كان جواز صلونات من ابن الجيران وحبنا بعد قوي فترة الخطوبة وبعد الجواز كل حاجة تغيرت اول مشكلة حصلت كانت يوم الفرح لما بابا جاب لي دهب هدية ولبسهولي فحماتي تبايت جدا ازاي ابوها يلبسها دهب كانت عايزة جوزي هو اللي يلبسهولي عشان شكله قصاد الناس مع ان بابا لبسني هديته اللي هو جايبها وفجئت بحمية جي بعد الصباحية بيوم لأهلي وعمل اغرب رد فعل شفته في حياتي تخيال يا سالي قاعد يا عيط ويقول لهم ازاي ازاي ابوها يلبسها الدهب الناس كلها اتكلمت علينا بسببك فابويا وجدي استغربوا جدا وحاولوا يصلحوا الموقف اللي احنا اصلا مش عارفين هو حصل ليه وايه سبب كل ده الموضوع عادي المهم اتجوزنا ولقيت حماتي بتدخل في كل حاجة تخصيني انا وجوزي بحكم اننا قاعدين في بيت عائلة ورغم تصرفاتها واستفزازها ليا ما كنتش بقول حاجة عشان هو ما يزعلش كنت دايما بقول لهم حاضر ونعم لحد ما سلفتي قالت لي انتي كل حاجة هتقولي عليها حاضر بقت تدايق لاني بعمل اللي هي ما كانتش بتعمله زي اني انظف شقة حماتي وحاجات تانية كتير ورغم كده كانت دايما بتيجي عليها وتزعلني ولما قل لها انتي ليه بتعملي كده معايا تقول لي عادي انا مخنوقة وانتي لجيتي قدامي مع ان عمرها ما عمرت كده مع سلفتي اللي ما كانتش احنينا عليها قدي والغريب ان حماتي كانت دايما تحاول توقع بيني وبنجوزي وتخلينا نتخانق وكل شوية تقول لي انتي من ساعة ما دخلتي واحنا في نكد انتي شكلك معمول لك عمل ومصحور لك سحر ما أثر علينا كلنا كل دا في أول شهر جواز وفي مرة كان معايا فلوس النقطة وقلت اجيب بيها حافظات للسجاد للسجاد بتاعي عشان فاتح وقلت الجوزي اني هدي الفلوس لأمي تجيب لي هو وافق وفعلا أمي جابتها وفرحت جدا نزلت وريها لحماتي قاعدت تزعق قاعدت تزعق جامد جدا وقالتلي انتي ازاي تخلي أمك تجيب لك حاجة واحنا في سوق وحماية قاعد يخبط على الحطان ويقول لي انتي واحدة ما تعرفيش في الأصول ولو حد من أهل تجيب لك حاجة تاني احنا هنرميها في الشارع ولما أمي اتصل ببي عشان تشوف الحاجة عجبتني ولا لأ لقيتني بعيط وعرفت بالله حصل بعثت أخويا عشان ياخد الحافظات تاني بتاعت السجاد وقالتلي طالما دول اللي هيزعلوهم منك خلاص ابعتيهم بس لما أخويا جاء عشان ياخدهم حماتي مسكت فيهم وقالتلي لأ مش هترجعيهم ولما جوزي جي وعرف بالموضوع زعل علاية جدا واتخانق معاهم قال لهم انتم بتعملوا معاها كده ليه واتطلح انه كان قيل لهم اني هجيب الحافظات بس هم عملوا نفسهم متفاجئين وعملوا اللي عملوا ده عشان يكسروا فرحتي وفوق ده كله مسك حماية في جوزي وراح ضربه عشان بيدفع عني والغريب ان جوزي لما اتضرب بدأ فعلا يتغير معايا واسلوبه اختلف وبدأت حماية تسلط جوزي وحماية علي وتاخد سلفتي عندها وتقول لها كلام من ورايا علي وتاخدني انا برضو وتقول لي كلام عنها بس انا ما كنتش بتكلم وكت باخد من هنا واخرج من هنا عشان المشاكل لحد ما في مرة لقيت حماية بتقول لي حماكي بيقولك ما تنزليش عندنا وانتي حتى ميكوب تاني لان هو بيتوضى وبيصلي وكده مش هينفع مع ان سلفتي كانت بتحط ميكوب وتنزل عادي بقالها سنين محدش بيقولها حاجة المهم قلت الحماية عادي يا بابا انا زي بنتك وانت ابويا رح قال لجوزي اني بقوله ان هو ده اللي عندي وهحط ميكوب وهنزل بي فقلت له يا بابا انا ما حصرش مني كده قال لي ازاي يعني هو انا كذب ولا ما بسمعش لأ عائلة عائلة صعبة جدا وواضح ان هما مستنيين لك على غلطة قاعدين مركزين معاكي ومش مصدق بس تعالوا نكمل ونشوف اللي جاي ايه قلت الجوزي وصلني لبيت اهلي ارايح نفسيتي شوي اما وصل لي لبيتنا وزع لامي وقال لها محدش يبقى يجيب لها حاجة تاني فماما قالت له هو مش الموضوع خلص يا ابني هو انت لسه بتعاقب فيها فقال لها نفس الكلمة اللي امامته بتقولها بنتك من ساعة ما دخل ببيتنا وهو في نكد فماما قالت له خلص سيبها في بيت اهلها ابنا كده فمشي وسبني لمدة شهرين في الشهرين دول كان كل شوية ينزل على الفيسبوك ستوري تلقيح علي وبعد كل ده رن علي بس انا ما رددش علي لاني كنت زعلانة من اللي بيعملو فتواصل مع ناس قرى ابنه عشان يرجعني وقال لهم انه مش عايز يجي اخدني من بيتنا وانا مرضتش هروح الا لما هو يجي اخدني وفي الاخر جي هو وبابا وروحت معهم اول ما دخلت الشقة يخدمني التليفون بتاعي وقال لي اهلك ما يجوش هنا تاني ومش هتروحي بيتكم غير كله 15 يوم قلتلوني مش موافقة عالكلام ده وانه لو استمر في اللي بيعملو همشي ومش هيشوفني تاني فماسك فيه واتصل بقى رايبنا اللي كان موسطهم عشان يصلحونا وانا حكيت لهم على الكلام اللي قالوا فكلموا بالراح وقالوا له ما ينفعش كده عروستك لسه رجع بيتها ولازم تحافظ عليها وفعلا سكت وتاني يوم قهد يفاتش في التليفون بتاعي وشاف رسائل ما بيني انا واختي لما كنت غطبانة وكنا متكلمين عليهم فنزل قال لابوه وامه وخد المحادسة سكينشوت بعثها لاخواته وكلم اهلي وقرى ابنا وضربني قدامهم وابو بقى يقول لي انتي قعدة في خيره وبتكلي في خيره وفي بيته ولما اهلي قالوا الجوزي انت عايز مراتك ولا لأ قال لهم قولوا لابويا الاول ساعتها كنت عايز الارض تتشق وتبلعني من اللي انا فيه وزعلت جامد انه حتى ما جاش تكلم معايا وخلم ما بينها خصوصية هو مش المفروض الراجل يكون ستر وضاهر لمراته حتى لو هي غلطانة وبعد ما حصل صلح وكملت معاه بقى كل اللي في البيت مش بيكلموني وبقوا يضغطوا علي كتير قوي وهو معاهم لحد ما ضمروني وبهدروا نفسيتي وفوق ده كله حبسني في شقةه أربعة أيام من غير لأكل ولا شرب عشان كنت تعبانة وما قدرتش أكوي لأبوه دومه مع أنهم عارفين أني كنت تعبانة جدا وكنت على الدكتور وكان بينزل يكل مع أهله تحت ويقعد معاهم ويقولهم ما حدش يعبرها لحد ما علمها الأدب لحد ما تعبت وهم علي قدامه أربع مرات وفي يوم أختي جت تشوفني لقيتهم بيأكلوا وأنا فوق لوحدي سألتني فأنا حكت لها على كل حاج وهي حكت لأهلي فأهلي جمتاني وقالوا لأهلي جوزي هي عملت إيه غلط وكان ردهم أن عمري مغلط فيهم وإني باحترم الصغير قبل الكبير بس كل المشاكل اللي بنا بسبب أن أنا مصحور لي وأن إحنا مصحور لنا ونضح حظي ونصيبي وبعدها حماية خنق مع جدي وقال له هي اللي من ساعة ما دخلت وإحنا فنكد فجدي قال له خلاص سيبوها يا سيدي أم حماية مزعق لجوزي وقال له خليهم يجبعوا بيها والمصيبة إن جوزي ساعتها قال لأبويا أنا هسيب لك بنتك ومش بس كده أنا كمان هجيب لك أختها تانية المتجوزة تيجي تقعد جنبيها عندكم وفجئنا بي راح لجوز أختي وحاول يوقع ما بينهم وحكاله على المحادثة بتاعتنا بس جوز أختي زعق له ووقف معي ومع أختي ودلوقتي جوزي وأهله لفين في البلد ويقولوا هنطلقها ومش هتاخد حاجتها ومالهاش أي حق عندنا ده غير الكلام الوحش اللي مطلعينه علي أنا وأهلي وكل ده وإنا لسه ما كملتش سنة جواز وبحاول أكمل تعليمي وأدخل الجامع بس مش رأسي على بر معجوزي ومش عارفة أكمل معاه ولا لأ قولولي أعمل إيه خرصت رسالة منه رسالة غريبة جدا مشاكل فيها بعد أمام بدري قوي من يوم الفرح مشاكل لسه شغلة لغاية دلوقتي وما لسه ما كملوش حتى سنة جواز لما تركز في المشاكل والدقاء فيها اللي ما بينهم تحس إن هي يا مش عايزة أقول تفها بس عايزة أقول إن هي ما تستهلش كل الخلافات دي يعني تلاكيك بس هل فعلا فيه ستات بتجيب النكد معاها بعد الجواز فيه ستات أدمها وحش وفقر زي ما بيقولوا طب ممكن منها يكون مصحور لها فعلا معمول لها عمل وهو لمسبب المشاكل دي كلها أو ما خليهم إن هما نفرين منها طب هي مفروض تتصرف إزاي بها دلوقتي معجوزها تكمل في الجوازة دي ولا كفاية لحد كده وتركز في تعليمها وفي الجامعة ولا هنمشيها عند لأنه قال أهي اشبعوا بيها وش هتاخدوا حاجة ليها أسئلة كتير قوي في قصة منها هنجاوب عليها بس بعض الفاصل قصتنا النهاردة عن منا اللي اتجاوزت وهي عندها 17 سنة من ابن الجران اتجاوزت في بيت عيلة ومن هنا بدأت المشاكل ما تخليش أهلك يجبوا لك هدايا ولو جابوا حاجة تاني هان المياه في الشارع ما تحطيش ميكوب وانتي نازلة تعودي معانا عشان حماكي متوضي ده غير حماتها اللي بتحاول توقع بينها وبين جزها ومنها بقت متهمة طول الوقت إنها من ساعة ما دخلت البيت جابت النكد معاها وبعد خلافات كتير جدا فأول سنة جواز منا سبت لهم البيت جزها قال لبابها خليها عندك وهجب لك كمان أختها تانية تقعوا جنبك حاول يوقع بين أختها وجزها ودلوقتي هو وأهله بيقولوا لأهل البلد هنطلقها ومش هتاخد حاجتها وما لهاش أي حق عندنا هي دلوقتي لا هي مطلقة ولا هي متجوزة ومش عارفها هتعمل إيه عشان كده منورنا ومشرفانا النهاردة وفاق شلبي المعالجة النفسية عشان نشوفها نعمل إيه منه زيك دكتور وفاق الحمد لله أبارك يا عامل إيه الحمد لله يرايك في القصة بقى اللي قرتيها دي بصي قصة متكررة يعني مش منا لوحدها يعني ملايين من المنات عايشين في بيت العيلة بالوضع ده إذا هي ما قدرتش تجري الوضع اللي هي فيه وتمشي بنفس القواعد بتاعة بيت العيلة بتكون النتيجة طبعا مشاكل كتيرة جدا بتوصل للطلق طب ليه دايما بيت العيلة بيعمل مشاكل يعني حرام أنا بشوف أنه حاجة أنه قوة عشان ما فيش خصوصية والكلام ده يعني بس الأهل بيبوا عايزين يعملوا حاجة حلوة يلموا عيالهم موسطيهم هل ده جزائهم؟ ما هو يلموا عيالهم دي وراها نواية خبيثة طبعا يعني يلموا عيالهم ولا يسيطروا عليهم أه ولا بيبوا خايفين يبعدوا عنهم يعني أنا بشوف حاجة خايفين يبعدوا عنهم طب لو هو أهل الزوجة يعني بيت عيلة في أهل الزوجة هو هو نفس بيت عيلة في أهل الزوج هقولك حاجة البيوت اللي وردت علي بالوضع ده ما فيهاش مشاكل ليه بقى؟ لأن بيبالي الحمى والحمابي وعايزين بنتهم تعيش عيشة هنية فبيدادوا الرجل بيدادوا بـ 24 ساعة وطالة تعالها كل تعالها مش شريف أمزع عليك وإن تفايا بإنتها جنبها فهي خلاص ما عندهاش أزمة مع الحالة خالص طب ليه بقى نعمل كده بهم مع مرات الإبن؟ سيطرة 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 طول الوقت إن إحنا عايزين نبقى عارفين كل حاجة مسيطرين على البيت ماشيين بنظام نحنا ماشيين بمزاج نحنا وإذا هي شزت عن القاعدة دي بيحصل زي مرات أخو إن بتبقى وغد حقها وبيتساقها هي اللي بتساستمي البيت كله على طرقتها هي مخوفان كلهم يعني مطلوبش مطلوبش منها حاجة إذا هم محدش بيقول لها أنت راحة فين أو جاية منين أو كمان طب تفتكري هم إيه هم يعني خايفين إن هي دي كمان تسيطر فبيلحقوا من بدري لا هي الفكرة إن هي داتهم الفرصة إن هم يسيطروا مش هقول بضعفها بس بسكتها بنصيعها للأوامر بأنها طول الوقت موافقة هي شايفة برضو هي مسكينة صغيرة وشايفة إن هي كده بتطيع جهزها وإن هي بتحبه فعايزة ترضيه وعايزة يبقى مبسط منها فبيتحاول الدنيا إنها تمشي كويس لكن الموضوع ما بنيمشيش كده هي 17 سنة يعني قانون ما ينفعش تتجاوز أعتقد كده 18 سنة لأنها نزلت قاسة يعني 18 بيتالي بدلت إحنا بإننا بنتكلم في الواحد وعشرين حتى لو في الأرياف بيتالي وفي الثلاثين لو إحنا بنتكلم في قاهرة أو 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 فدلوقتي لأنا جيت أقول لك برضو هو حركة الدهب دي عيب ممكن ناس تفهمها غلط يفتتعامل كتير قوي أبويا جاب لي هدية وفين المشكلة أن أبويا يجيب لي هدية آه لا ما فيش مشكلة بس هم بيعتبروا أنه دات علي عليهم دي سيكولوجية بقى الناس اللي موجودة في الأرياف أو موجودة بعايزة تسيطر على أولادها بيشوفوا أنه أنت كده بقى بتعلي علينا ما يفعش أبو يجيب لي بنته هدية لا يعني لازم ابني اللي يلبسها لها وده منطق غريب جدا يعني بابوها هو اللي جابها لها ليه جوزها يلبسها يعني أو فالناس تفتكر أنه هو يعني وما يقال لش منه مفروض لو أي حد بيصق في نفسه ومش هيفرق معاه أنه أبو مراته جاب لها هدية وللبسها بس هم شايفين أنه ده عيبة في حقهم هم اللي عملوا العرف ده وهم اللي بيمشوا بيه واختلاف الثقافات كان باين أنه هم مفروض فلوس النقطة دي الحمى اللي تقول أعمل بيها إيه لا مفيش المفروض كل بيت بيبقى ماشي بنظامه لا يعني قصدي فيه في مكان مثلا أو في عرف أو في أصول أنه حماتي تقول يعمل إيه بالنقطة بتاعتي آه طبعا طبعا ليه تدخل والسيطرة ده بجد بتقول هنأكل بيها إيه هجيب بيها إيه زي ما في حمى بتبقى عايزة مرتبنها تساهم في مصروف البيت إيه أتحط في مصروف البيت مصروف بيت مين مصروف البيت بتاعهم بتاع مين بتاع البيت اللي هي عيشة فيه بتاع الحمى لو هي بتشتغل زوجة عاملة تحط في مصروف لا 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 ده الفاكرة أن هي بتقول يعني معلش أن الإبن هنأخد منه هي كمان عايز تأخد من البنت ده بيحصل طول الوقت من مرافع ابنها فزي ما قيلها نقطة هي عايزة نقطة ابنها اللي يأخدها معقولة آه هي شايفة كده هم بيبقوا شايفين كده هي الثقافات دي بتبقى شايفة أنه ده من حقه هو لازم اللي يتصرف والحاجات دي مش بنتكلم فيها قبل الجواز ولا إحنا منتشجئ كلنا لا الناس البسيطة اللي بتتجوز أو في الأرياف في الثقافات دي ما بيحددوش أي حاجة قبل الجواز ده بيبقى عرف متعرف عليما بينهم وهم بعد الجواز ده بيحصل ولله لكن ما فيش حد بعد الجواز نجرب ووضح منهم مختلفين فعلا عن بعض تماما آه هي البنت واضح أنها من نفس الثقافة بس هي تتفاجئة تتخض اللي بيحصل مش عارفة ما حدش نصحها اللي اسمها ما تسمى بالسلفة اللي هي مرات الأخ عارفة سيستم نفسها بتنزل بهميكا بتاعت بتتصرف بروحيتها ما حدش بيقول لها حي ووضح أن هي على فكرة بتنقضها لأنه يعني هي عايزيها تتكلم بتقول لها أنت كل حاجة تسمعي الكلام أن هي متضايقة من أن هي منصاعة قوي لأوامر الحمى يعني هو ممكن تكون ببنت دي يعني من اللي أنا عريته من القصة ببنت دي ممكن تكون أغنى منهم شوية أو مستواها الاجتماعية أحسن شوية أو هي حلوة أكتر من السلفة التانية فعشان كده حطوها في المغاو ممكن فحنا ما لقناش في الورد عيب قلنا له بقى زي ما بيقوله كده أحمر خدينه أنت مصحور لك وفيه ستات فعلا بتبقى أدام نكد يعني أدمك نكد أدمك شو لا ما فيش حاجة سنوحك بس وفيه ناس سعاد بتخش بيتك تقولي أن ده أدم وفار بيبقى فيه سبب بيبقى فيه سبب أصلا هقولك حاجة لو خدت الموضوع ده كمثال طيب ماهو فيه أسباب تخلي الدنيا نكد مش فيه تدخل من الحمى والراجل والست أبوه طول الوقت ماهو ده كفيل جدا يخلي الدنيا نكد بس فيه ناس عندهم فعلا ده عرف ليبقى بندور على أسباب غيبية زي اللي فيه سحر وفيه عمل ده تفكير خرافي أنت عارفا التفكير ده في العلم نفسه ماهو ده في العلم نفسه لأنه علم عمرو ما هيعترف أن في حد هيقولك الكهدttة القوى العقلية مش سليمة لما يصدق فيه أسباب بس فيه مناطق برضه ما يصدق فيه الكلام تفتكري أنها ثقافات يعني متقدمة بس هي بتعتقد في الكلام ده عادي جدا كتير مش شرط في الأرياف بس في حتت كتير قوي ما بيعملون يعني دايما يقولك حتى مع احترامي ليهم الغرب دايما يصدر لنا انه العلم وإيه اللي وإيه اللي الأفلام اللي هو بيعملوا أفلام الرعب تي اللي بيعملوا مش عارفة إيه اللي كان مهجور ومسكون وقالهم إيه وعملوا فأنا يعني من كتر ما احنا انه شايفين الغرب ممكن يكون بيصدق في ده ممكن يكون هنا فعلا جزء من ثقافتنا الحاجات دي فلما يقولوا لها كده هم ممكن يكونوا فعلا هم معتقدين كده مليونت المياه انا ما عنديش مشكلة يصدقوا انه فيه سحر ويشوفوا يفوقوا فأرتنا كلين بس مش فيه أسباب يعني فيه تدخل من الأب والأم طول الوقت انتي جبتي سجاجيد ليه ممت جابتلك لانتمالكه يعني ايه يضرب جزء عشان يسمع كلامه يعني ايه أب يضرب ابنه يعني انا بيتهيلي انه ضربها هي ولا ضرب الزور أب ضرب ابنه لما هو كان بيدافع عنه فدي انا دي انا دي اول حاجة استوقفتني في القصة روحت وقفة كده وقال انا هنا وقفة انت حتى لو ضربته ابنك وينا اخده في الشرع اضربه في القوضة هي شافت جزء بيتضرب عادي وهو ايه ده بصي ما هو دي السيطرة على فكرة كلمة السر موجودة في الحمى الأب مش الأم يعني هنا الحمى الأب هو اللي مسيطر هو اللي بيعنده سمات نرجسية بيخليه بطول الوقت بس هو النرجسي يا عيط يقول له متو صغرطونه قدام الناس بس مش عايزة اقول نرجسي بس هو سمات نرجسية بس سمات نرجسية يا عيط يبتز اللي قدامه عاطفية عاطفيا طبعا اه نو ضحية اه طبعا واو هو فيه راجل كبير زي ده عجوزي عيط ويخبط في الحيطة ولأ ويخبط في الحيطة ده شو ده شو يعني عارف لو تحسي لا اجزاجريشن اللي هو التهويل مرعب شو بيعمل شو ما هو ده دي شخصيات النرجسية اللي بتبقى ذاته نمط نرجسي مش عايزة أقول نرجسي بس السلوكيات نرجسي أبتز اللي قدامي عاطفيا عشان يتخض فلو ازاي أبوكي يجابلك عشان انت بجد تفتكر انك عاملة مصيبة وان أهلك كده غلطانين فتروحي بقى ازاي أهلك وتم عيوم يعملوا ده تاني فبو الستة ايه بقى دي خطة دي دمان الستة بقى الحمل ستة ايه لأ هي قللت الحيلة بالنسبة للراجل على فك لكن مش بتحب ابنها حب مراضي كل الأمهات بيحبوا لدهوه لأ ما تعمميش يا ده أغلب معقول في مصر يعني لما لو عندها منه اتنين وثلاثة ما بتحبوش قوي لكن لو هو حمادة واحد بحب حمادة لكن لو في ثلاثة حمادة بيبقى عندها حمادة كدير حمادة منهم حمادة الاولاني طبعا مايبقى الاولاني قاعد ومعاشش كده عرفوا لو هو كده لكن حمادات التالتات التانين بيترمو فدي بتبقى حاجة حالة بس فعلا أغلبية من الأمهات بتبقى كده فعلا اه طبعا بس هي ما بنشي حبها المراضي اللي ابنها قوي لكن الأب هو اللي واضح سيماته المراضية يعني الأم قالت الحينة كل ما تتزرق تقول لك معمول لنا سحر أصلا انت اللي معمول لك سحر وإحنا مأزين بسببك كل ما تتزرق تقول كلام زيه ده بس مين اللي بيأزي إذاء صريح الأب الأب هو اللي عايز يتدخل عايز البيت ينشي على مزاجه وعايزها ما تحط تشميكة بس برضو هي كان بتوقع لما تروح تقول لها سلفتك مش عارف ايه وانتي ايه لأ برضو كان بتوقع يعني برضو الحامة كانت بتوقع ما بينها وما بينها آه بس أنا يعني دي حاجات تعتبر بسيطة بالنسبة للأب بيعمله هو الأب بيعمله يعني الأب هو اللي مسيطر على البيت كله يعني لما هو يروح يقول لهم خلاص خليها عندكه آه هو اللي بياخد الكرارات هو اللي بيقول لابنه خلاص بقى سابها 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 تمشي يشبعه بيها ولأ وضرب ابنه كده هو هل ينفع يبقى فيه رجعة بعد الكل ده أعتقد صعب أنا مش عايزة أنا مش عايزة أخد لها مش عايزة أخد لها قرار لأنه خدي بالك إحنا أنا هقولك لو على مستوى العيادة أو على مستوى العلاج إحنا بناخدش قرارات المرضى يعني إحنا بنفعش أبدا المعالج ياخد قرار لمريض لكن إحنا بننكلم دلوقتي أنا مش أخد لها قرار فنفس الشيء بس أنا بقول رأي رأيي أنه أنه ده مش هيتزبط يعني يعني هي لو رجعت تاني هترجع بنفس النظام والسيستم بتاعه معيتي بتقول لها كده أنت بتقول لها اختبري قوة تحملك لأنه هترجعي على نفسها والله هي لو قادرة تستحمل أوكي ما كانت قادرة كانت قعدت هو في حد أولا ممكن هو هوم علي يعني هوم علي قدام حد حد رأيه مش جوزي وما يفرقش معي وأربع مرات وما بتاكلش لمدة هو شمعنا أربع مرات وشمعنا أربع أيام ما كانت وإنتي حاسة القصة كلها صح؟ يعني إيه؟ يعني القصة كلها هي مننا بتحكيها صح؟ ولا في برضو شوية تهويل؟ أكيد في حاجات إحنا ما نعرفهاش بس إحنا بنعلق على المعلومات اللي أصادم هل لأ ما أنا برضو ما أنا هعلق على المعلومات اللي أصادم بس برضو لازم أحكم عقلي لأن أنا هنا لازم أخد يعني الطرف ده والطرف ده لأن الطرف التاني مش موجود أنت شايفة إيه؟ شايفة إيه؟ لا أنا دلوقتي وأنا بتكلم معاكي طيب والله 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 دكتور وفاق وأنا عمل أقرأ قصة مشاكت دي لكن أنا أربع مرات أربع أيام وفي حالة بيقعد أربع أيام غير أكل وشهد؟ ويعيش؟ لا ممكن يكون أكل بسيط أو حاجة لكن مش لدرجة أنه منع الأكل وشهد يعني أنا مش ملاحظة وهي ما حكيتش لأهلها من أول يوم ما كانتش فيه؟ بتحكي لأهلها بس أهلها بيغضوش موقف لا هيكله شوية تقول إيه؟ أخويا جيب الصدفة يا أخشاف كذا أختي كلمتني بالصدفة عملنا كذا فهمها؟ على فكرة فيه ستات كثير هي ما حكيتش خلص؟ فيه بنات وستات كثير ما بتشتكيش لأهلها طب ما سويني ما هيشغلة على الشات لا شغلة على الشاتية وأختها إنه رجلت نمو مسك عليها الغلطة لوين شات ما فيهم وكتي ما سحتيها تقول لأختها بس ما تقولش لأهلها يعني ممكن تفضفت لأختها هي ما قالتش في الحالتين لأهلها خلي بالك هي قالت لأختها إنهما بيأكلنيش فأختها قالت لما ميتها وأبابا قالت أخوها جيش رف مش عارفة إيه بتاعت الحفزات بتاعت السجاجيد فراح يعني هي ما تكلمتش في الحالتين مع أهلها طب هي ما حكيتش ليه من الأول خدي بالك إنه فيه بنات وستات ما بترضاش تحكي علشان أهلها ما يقلبوش على جوزها طب هي بعت قصة بتقول لأختها بدفع الفطفضة يعني ده منطقي ممكن نحسن وش معنى جوز أختها عدى الموضوع كله صحيح جوز أختها عدى إيه هو ليه جوز أختها هيدخل لأ أنا هو بيقوله أما هو الثاني بقى عمال يتكلم هيقوله بقى أدي مراتك بتتكلم علينا ليه وجابت لمراتي جابت لي الكلام وفي الأرياف لو أما كان في الأرياف يا ما يفعش ستة تصغر جوزها وتخلي الناس تتكلم عليه ما تخليك في بيتك وربي عيالك بعد ما تقعد تتكلمي على الناس خير ناس تتكلم علينا وتقول أن أنت مهتمية بحاجات تانية ما تحترمي نفسك وقعدي في بيتك وحترمي نفسك بل ما صرت تكتجي في كل حوار مهتمش هو في كل ده يعني فهمه كل ده هو ما هموش وكمل معمراته عادي في حاجة غلط أنت شايف إيه غلط أنا شايف القصة منطقية وبتتكرر كل يوم في بيوت مختلفة بس مش بالبشعة دي لأ والله يقابشع والله يقابشع عايز أقولك على حاجة بيت العيلة ده أنا أقولك على حاجة بيت العيلة مش في الأرياف بس كده أو في الأقاليم كده حتى في ظل البيوت الأرقى أو الناس متعلمين تعليم عالي أو ثقافتهم عالية بيمشي كده برد بس الفروق طفيفة يعني بتلاقي ما بين كل بيت والتاني في حاجات مختلفة بس لازم في تدخلات لازم في سيطرة طول الوقت يعني هي ما بتفرقش بيت ده في قرية ولا في مدينة ولا في الساحل ولا في أقلاء هو في تدخل يعني سمات الحموية بتبكره زي بعض في الغالب يعني نمط الحموية نمط الحموية نمط الحموية بقى قريب جدا إنه في سيطرة في تدخل في حب امتلاك هو يعني ربي يا خيبة للغيبة للغيبة آه يعني مش عجبها يعني في واحدة هتيجي تاخده على الجريز يعني واخدين منك برطمال عسل واخدين حبة كريز لا هي فعلا بتشوفه ملكية خاصة عشان كده احنا دايما نقول ايه ما تقوليش ابنك ده بتاعي ما تقوليش بتاعي ما تشيقهوش ما تعملوش على ايه وشي لا بس الكرسة العلمك عارفة لو الحموية طالها منها كده هنقول ست بس لما بيطلع من الراجل بتبقى زي ما احنا شايفين النهار ده في قصة حقيقة بايخة منك قوي لما يبقى الراجل بيعمل حركات الستات حركات الستات ما تخلاش تفهمها تحط ميك اوب يعني وإيه الموقف ده بصي حركات الستات دي هتخليهم يقولي الناس تقولنا احنا يعني بنبص للستات بصة لا اصلا الستات بتركز يعني احنا عمرنا يعني احنا ستتة نقلل من ستات لا انا قصبي الست دايما بتركز الست دايما ممكن لو انت غيزك واحدة عشان برضو نوضح تانكيو دوكتور نكو لو غيزني واحدة انا ممكن ادايقها من غير ما افتح بوقي يعني ممكن تبقى رجالة قاعدة ومش عارفين ان انا وهي بين حرب قيمة حرب بردة بس انا هخليك تقومي تكلمي نفسك فهو الراجل لما يعمل حركات دي دي بتبقى كارسة لما تبقى عامل كده احنا اطلع مننا كده احنا غيازين يا سيد لا واستخدام العاطفة والعياط في الابتزاز دايما هتلاقي من سمات السيدات اكتر ده 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 اه اه الضبط كده فايه راجل ليه بيعيطه ببهدل الدنيا ما اعتقدش انها بتهول لما تقول بيعيط يعني اعتقد ان هي فعلا شافت تواضع غريب يعني ليه انت بتبهدل الدنيا الافوارة دي بس الغريب ان هو كان ماشي معها كويس جدا لما اتضرب ما بقاش يدفع عنها واتقلب عليها لا مكانش ماشي معها كويس بس خليني اقولك حيث لا ليه مكانش الاول وحش كده قاعد يقول انتوا بتعملوا معها كده ليه واصلا كان حاكينهم على حافظات السجل بس اي علاقة في الدنيا بيتم اختبارها مش في شهر العسل بتاع العلاقة يعني ايه شهر العسل يعني في الدنيا وهي لطيفة لسه في الاول بيتم اختبارها لما تبتدي الضغوط تدخل للحياة بقى ايه بقى يبقى فيه ضغوط مادية ضغوط اجتماعية زي اللي بيعملها الاب والام بيمارسها الحمى دي فبالتالي بتبتدي تشوفي الراجل على حقيقته اذا هو يعرف الستة على حقيقتها لكن طول ما احنا لسه مخطبين كان لطيف وطير بيها عادي واول الجواز كانت هي عاية تسمعي كلمة كانت فاكرة ان هي ما هو لازم بعد الجواز مفاجئات صارة لازم يبقى فيه مفاجئات تجدت فاجئين هنا واني؟ واني كنت قوي بدري طب يعني احنا عمرنا ما نعرف كده لما انا الجوز ايوه ما هو بطيخة فحلا ايه طبعا ايه طبعا ايه طبعا يعني انا عادينا ننصح بمانت ازاي تتجنب اللي حصل لا 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 مش هتعرفي لازم يبقى فيه حاجات انك تعيشت حقيقية اوى في فلسة حقيقية يا وفاق معقول شغلاتي جدا يعني اه اللي هو جربة وانت وحظك بقى عن ياتكم ترزقون طبعا وانت بتعيش في بيت واحد مع حد لازم تتفاجئ بحاجات انت ما كنتش شفتها قبل متفاجئت حصلت انا جاية من هناك وبيقولك ان انا اتفاجئت وجاية متفاجئة ايه طبعا هيا دي فاكرة فهم هيا طبعا هيا بقى فتكرت انها لما تسمع الكلام هما هيبقى لطاف معاها جد ما تعرفش لا ان انت لما تسمع الكلام تم ما فيش حاجات اقدر اقول عليها انه انه اخد بالي من الاول او حاجات طبعا فيه علامات بس هيكت منفضة ايه زي ايه يعني؟ يعني بيئة زي ايه ما كانش بينا ان الاب مسيطر في الخطوبة؟ يعني ما طبيعي الراجل رجل منتو بتمشي لا بس فيه فرق ابو راجل تتعلم مراتو يارت مشي ولا ايه لا بس فيه فرق بين حد فيه تدخلات بتحصل من الخطوبة فيه بنت تيجي تقولك ايه لان انا عرفت ان ابن امه من الخطوبة ففكيت الخطوبة بيبين فيه علامات للعلاقات التوكسك يعني مش عايز اقول توكسك دي عشان بقي الكلمة مستهلكة يعني بس لا بس ايه انا بتبقى سامة لانه هي بتقضي عليك نفسيا وجسديا وبتوصلي اللي منا فيه ده هي اللي عارفة اللي هي متجوزة ولا مطلقة ولا ايه فهي توكسك يعني هي سامة لان اسممت بدنها خلق وما فيش تاني هلص هو يحصلها ايه تاني يعني انت رايك تعمل ايه دلوقتي زي ما قلت لك انا علي ان اقول انا رايي في اللي بيحصل ايه او ده هي او يعني انت كمعالجة نفسية ناستي بتقولك ايه لا وفا اخديلي القرار بيتنططه عشان اخدهم ايه يعني عشان اقول دكتور وفايا يا جماعة اللي قالتلي اخد قرار هتعمل ايه بتقول لهم ايه اقولهم لا انت اللي هتاخد القرار انا وظفتي اساعدك فيه طيب ما انا ممكن خليك تقولك قرار من تحت لتحت وقولك ان انت قلتك قرار لا من تحت لتحت ليه ما انا ما انا بقول ايه بصي علم النفس ده اسمه علم التفسير والتنبؤ والتحكم يعني احنا كمان من حقنا نتنبأ او نقدر نتنبأ بمقال السلوك هيروح لي فيه انا بقولك انهم مش هيتغيروه والبيد بتاع العيلة ده هيفضل بنفس السيستم ما انا ممكن ده بقى زي سلفتي وشخصيتي زي سلفتي ده فجأة؟ اه لا مفيش حاجة اسمه كده هارجع بقى يعني موفق تقعد معاه في البيت مخالبك هتطلع فجأة كده يعني مش تقف تبقى الشخصيات تانية ده لازم تكون من البداية ساستمع البيت كله على انظامها هي منها مش هتغير فتعمل ده لان هي خلاص يعني ايه اللي اذا رجعت انا بس عايزة يعني ترجع لو رجعت ترجع بنظامها وبشرطها مش بشرطهم هي وش هتغيرتها وش هتغيرت اهلها بعد الضغط لو هم بيعملوا دلوية ولا هتغذي حاجة ولا منك متجاوزة المطلقة وماشين يتكلموا عليهم في البلد فيه ناس بتقبل الحاجة دي ممكن تتصلح فعلا ما بتسيبش فهما نواجع او طبعا بتسيب خلاص فيه فجوة حسنا فيه جعب حصلت كده مفيش فايدة خلاص يعني ايه؟ بس حتى لو دخلنا حد من الكبار في البلد او كده؟ لا يعني الكبار دول هيعملوا ايه؟ يده وباك المتين؟ مش هيصلحوا مش هيصلحوا لا لا يعني الكفاية ان ابوها هو هيشوفوا الحق على مين زي ما بيعملوا فيه اعداد بتتعملوا والناس بتدفع فلوس عشان تحرم طيب فين اهلها؟ تتغرم فلوس عشان لو حد شتم حد لو حد الادبوا على حد بعدها بقى ارقام يا وفاق طيب بس اهلها هم الاولى يعملوا ده؟ اهلها ما بيعملوش حاجة ليه؟ هم ممكن يكبردوا عشان اتجاوز ابنت سترة اللي جاوز ابنته عندها 17 سنة ايما ده ضعف بقى يعني احنا نضحب دينا مش ضعف انت عايزة تضل عادة كده يعني في الدنيا دي يعني انت تتفقية انت غير ابنت تتجاوز 17 سنة 17 سنة انت عايزة تشوف دنيا يعني وبعد كده تيجي تقول ايه اللي تختاره لا عيب لا ما يصحش مش اخلاق اهه ما هيجي قولك كده هل كنت عايزة ابنت يعني تلف على حال شعرها بعد كده تيجي تختار العريس ومش عايزة تعرفه الاول لا اختار لها لا اختار لها لان انا شايف انه عايزة قبل ما ادمغها تكبر بعد ما ادمر لها حياتها كده اهه اجي اقول ايه بقى خلاص كده باي بون مش هتحمل المسؤولات حيك اه طب ما هو غلطة من البداية من الاب والام هم للأسف لانه هم مش واغدي موقف موقف يعني قوي اتجاه اللي بيحصل ده رد فعله كان يستهل العمل ولما شاف المساجز او الرسايل بينه وبين اختها لا ده مهدل الدنيا اه لو لقيت اهلك مشتومين في المساجز مثلا في البيت تعمله تتكلمه مع بعضه ما هو كمان اهن ما تمسحي اشلي اتي ما بتتكلميش انا ده سؤالي ما مسحتي اشلي وطرفش لي تي حد هيشيك على تليفونها طب لو اي زوج كان شاف الموضوع ده يعني مش اقول محترم يعني عشان برضو ما تتخذش علينا بس لو الزوج كان اي زوج يشوف المحادسة زي دي مثلا بين مراته اهلها مفرد رد فالعمل ايه وهل هو اصلا دي حق ان هو يشوف حسب تربيته بقى انا باسأل السؤال وانا مش شايفة اصلا انت من حاجر ان تبسك الموبايل الا لو انا سمحتلك انا شايفة ان من حق كل واحد يكون له خصوصية بس لما انا حيب افتحه افتحه لما اقول دلوقتي حالة انت فتيش مفاجئ هيتفتح انا مع الخصوصية انت مع الخصوصية اذا تفتيش براحلتك بس لانت حالة هتفتح الموبايل بتلاقيه ما فهم ايه طب ما احنا كده هنسيب بعض افتحه ليه اما مش فرقه نسيب بعضه خلاص يعني ما ينفعش حد يفتح موبايلها لا انا بشوف هنا ده بيعمل مشاكل ما تنكشيش بلاش نكشي كل واحد ده وتعمل انت المشاكل يعني انت تعمل المشاكل هنا ليه معقولة اصل الزوجة لو زوجها بيعمل اي حاجة هي هتعرف خلينا متفقين ان احنا بنعرف كل حاجة ساسي ما بيخيبنيشي طب انت شايف انه يعني هو طبيعي انه كان ياخد منها الموبايل ولا اسبوعين مش هتشوفي اهلك لا هي انا برضو هقعد اقولك ايه هي عيلة صغيرة اه هي عيلة صغيرة ايوه سبعتش والسنة ايوه فهي الغلطة انها اتجوزت في السن ده انني مش عارفة حقوقها ومش عارفة اين مفوتها اتجو عنده كم سنة ليه صحيحة لا ما قلتش عنده كم سنة بس بتحيلي ان فرق السنة ممكن يبقى مناسة بيعم على اساس انه على انه يتضرب من بابا والغاية دلوقتي منوش دعو بالسنة طب اخر حاجة بقى تنصحي اهل وفاء بايه اهل وفاء اهل منا تخيلي وفاء خلاص انت خلاص اني بشرتي علي يا جماعة يا جماعة الجواز بقى بيتعريف الشغل لما لازم تاخد القرارة من ساعتها همسك كلمة وفاء فانا همسك بالنسبة لي ايضر في الكلمة دي رايج بقى اهل منا اهل منا يأخذوا موقف ويقفوا في دهرها ويسندوها هي الملهاش غيرهم وهم بصراحة اخطاءوا في هذا يعني ده خطأ مش هنقود نختلف على الان ولا ننشف شوية بقى وناخد قرارات جادة بقى ناخد قرار والله إذا هترجع بشرطها مفيش تدخل اهل يجيبولي اللي هم عاوزين انتم ملكوش دعوة جوزها هيحترم نفسه وفتقوا تصرفاته تبقى متزنة وجوزها مش متزنة على فكرة نهائي خلاص ترجع هل بقى بيت العيلة هيرضوا بالسيستم ده هتقدر تمشي بيت العيلة على المزيجك انت ده بقى تسأل فيه منا طب دلوقتي يعني انا بقولك انه انت قلتي منا قلتي خلاص منا تعمل ايه يعني بما معناه دلوقتي هما سايبنا متعلقين ما تنتزعيش مني اه ما انت يعني ايه وضحتي وضحتي كده وفاق قلتي لو هي تستحمل ولا لا في احنا خلاص برامينا الكورة فالعبة بس احنا وضحنا يعني اقولنا بقى حتى انا برضو ايه بقى قلتي منتحت منتحت طب دلوقتي بقى هسألك انه هما ولا كلمونا ولا عبرونا بالبلد دي كده ايه رد فعلنا احنا مفوض اهل يعني منا يعملوا ايه دلوقتي اهل واحدة قاعدة في البيت على المتضرر اللجوء للقضاء نا معقولة على ما بيبقى بص فيه انفصال بالشكل ده اللي بيزهق الاول هو اللي بيكلم من الطرف التاني يعني ايه اللي بيزهق يعني اللي متضرر من القاعدة دي والانفصال ده اكيد البنت هتبقى دايما طوله عمرها يبقى هيا الشرقي الرجل يحقوق اكتر هو ممكن يتجاوز وهي قاعدة كده يعني عادي هو ممكن يتجاوز فعلا وشرع بيحلله كده لكن انا لو عملت حركة قد كده الناس كلها هتتكلم علي بلد كلها هتتكلم علي انا بجنب الدين يعني مش بقول الاتنين اصلا الاتنين عند ربنا سواسية انا بكلم لو انا في مجتمع شرقي انا اللي خسرانا مليون في المين طيب يبقى هي اللي هتتكلم وتشوف هم عاوزين ايه وبعدين بصي هم عايزين ايه بصي هم اللي عايزين ايه ايوه ده اللي كان السيستم اللي كان ماشي من الاول اصلي بصي احنا عايزين ايه هي طول الوقت مستقبلة لتصرفات اهل الزوج اه هي طول الوقت بتعمل كده بتاخدش اكشن ولا اهلها اهلها ما بياخدوش اكشن ولا بيدفعوش عنها واللي هم بيعملوا كده عشان يطهقوهم ويلوم خلاص بصوا مالهاش حقوق وتبري نفسها وانطلقها لا بصي بصي البيع يعني بصي البيع انا عايز بس الفة نظر منا برضو الحلقة ان يعني احنا يلا مش هتاخد حقوقها يعني بصي بيتكلموا في طلاق في انفصال مش بيلموا الدانية مش مسا شكل بسخن اخ منلي كنت يا انا هاختب الحلقة بصي انا هاختب وارجي على الم الموضوع بسرعة اه جدا يا تاني ومسوط بجد بكلام معيك وموضوع حلو جدا يا تانكيو حبيبت نارتنيو على راسي تانكيو استنونا بعد الفاصل واستنينا منه هنتكلم معك كلام وقرر لك انت في الاخر استنونا كان في بوست مكتوب على الفيسبوك كان بيقول ايه بقى الحياة عاملة زي زحمة المرور واحنا وقفين في الاشارة يعني او وقفين في زحمة بلك وارد جدا وانت سايق سايق في امان الله تلاقي واحد رح تكسر عليك بعربيته بكل غشومية ساعتها بقى اول احتمال هايجي في دماغك ايه؟ انه اكيد ده قصد يضيقني ومستقلب ايه وهتبقى يعني فهم لو شايط مش طايقه وبعدين كده وارد انه رد فعلك معاه يبقى ايه؟ بغشومية زي ما هو دغاشم برضو بس لو جي في دماغك فكرة انه ممكن يكون لسه جديد في السواقة او مثلا عنده مشكلة كبيرة في حياته مؤثرة عليها حرام مكانش مركز ساعتها ممكن مشاعرك نحيته تبقى كلها تعاطف ويصعب عليك رد فعلك بقى هيكون بسيط جدا والنتيجة هتبقى يوم جميل من غير مشاكل وافكارك وادراكك للموقف هيتغير هو ده اللي بيحدد كمان طبيعة رد فعلك او تصرفاتك معلوق قدامك شكل حياتك كلها كمان وهي دي المشكلة فهمتين يا منا؟ هي دي مشكلة في قصتك ان اهل جوزك من يوم الفرح وحكاية الدهب دي خلتهم يفترضوا فيكم الوحش فيك يوف اهلك سوق النية ده بناء على ايه؟ افتراض طلعا منهم يعني ان كل يعني كل طرف عمل تصرف طبيعي اب فرحان ببنته فوصلت كل انتو في دلوقتي ان هما دلوقتي بيستقلوا بينا عايزين الناس كلها تتكلم علينا واحنا عالم ايه اللي يعني؟ واضح بقى من اللي حكتي ان اهل جوزك عدتهم وثقافتهم مختلفة تماما عن طريقة تفكركوا انتو مع انكو جران بس كل واحد ما تربي طريقة مختلفة بيبان بقى انو مش انتو الاثنين شبه بعض او ممكن يكون انو في دلوقتي بقى انتو متجوزين وفي عشرة بس في تفاصيل بتقول انكو مختلفين تماما اكبر غلطة حصلت لما انتو او انت اخترتي حد مختلف عنك وناسبتو ناس مختلفة عنكو تماما وممكن يكون اهلك زي بيوت كتير في مصر كانوا فاكرين ان الجواز سطرة من البنت بفروض تتجوز بدري فجوزوكي وانت سنك 17 سنة ودي كرسة يعني لا عندك لا انت ناطجة مزعليش ماني ولا عندك خبرة ولا حتى تعليم كفاية انت مسنودة عليه الظهر بقى ان الجوازة تمت بسرعة جدا من غير ما تعرفوا بعض كويس انت وجوزك مش كده وبس اهتمام خلاص اهلك بجوازك كان اهم من هما يهتموا بتعليمك مزعليش ماني انت رسا ماكملتهوش لقتي جاي تفكري انو انو البديل ان انا كمل دراستي ده دي حتى ما دخلتيش جامعة انت زي اي بنت صغيرة كده لا فرحة حتى بحلوة البدايات ولا شفت النهايات اللي هي بتبقى اخلاق قلت ان وجوزي حبينا بعض فترة الخطوبة حدش فيك وركز فكرة ان الواحد مننا محتاج يعرف نفسه كويس قبل ما يعرف الطرف اللي قدامه يعني انت عرفي انت ممكن متحطي في موقف تتصرفي ازاي هل ده هيبقى سند وضاهر وراجل يرافي دافع عنك ولا لا هل انت بسيتي لده طول ما احنا مش عارفين احنا مين وعايزين ايه مش هنعرف نختار صح فوق كل ده اتجوزتوا في بيت عيلة وده بيبقى سبب مشاكل كتير جدا دايما بنقولها تحرين ممكن تبقى الاهلة بتبقى عاملة حاجة حلوة تفرح بيها ممكن عيالكم مايفرحوش بيها مفيش حاجة اسمها خصوصية في البيوت العيلة وكل بيوت مفتوحة على بعضها كل واعب بيتدخل في حياة التانية عارفة لو ناس في حالهم اوكي لكن اللي بيحصل ده لا ده اللي حصل سوء ظن واختلاف التفكير اللي كان موجود بينكم من اول الجواز حصلت مشاكل كبيرة جدا بغض النظر بقى عن الكلام الفارغ ان هو انت جبتي معاكي النكد وانت مصحور لك ومعمول لك عمل وبصي انا شايفي من خبرتي ببسيطة ان انتو محتاجين انكو تقعدوا مع بعض نظن في بعض حالو محتاجين للناس عقلة تحاول تتدخل وتحتوي الموضوع بالاصول والتراضي والحب محتاجين ان احنا ننسى اللي فات عشان ربنا قابل ايه حد تاني عشان تعرفي انت هتعملي ايه في الايام اللي جاي ما هو حرمت بقي متعلقة كده وينفعش ان هو يبقى داير عمال يتكلم عليك كده يعني بصي مش عارف اقولك ايه بس انا عمري ما قلت لحد انه حتى لو في عيال او مفيش عيال سي بي او عيشي او 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 بس انت هتفهمي من الكلام اللي احنا قلنا النهاردة صح وسمعتي كمان كلام دكتور وفاء اختيارك ما استنى منك رسالة تطمينيني فيها عملتي ايه هستنى من كل اللي تفرجوا علينا بسموا قصة منا يقولونا هل حصل معهم كده في بيت الجوائز وبعد كده مشت سلكة او مشت كويسة زي ما بيقولوا ولا الجواب بيبان من عنوانه رأيكم منا تعمل ايه ابعتونا على فيسبوك و تويتر و انستجرام وعلى واتساب باي باي